فضيل الشيخ هناك من يسأل وربما يكون رياضي عن الرياضيين الذين يخوضون مباريات على مستويات دولية عالية وهم يمثلون دولهم في منتخبات وطنية هل يجوز لهم الإفطار عندما يخوضون مباراة كرة قدمة؟ عادة يبقوا مسافرين هم مسافرون يعني هو بحق السفر يمكنه أن يفتر برخصة السفر أما إذا كان في بلده يعني أعتقد أنه في بلده لا يعني ليس له هذا يعني لأنه استطيع يأجلها هناك دول إسلامية تعيش ظروف حرب هل يجوز للمقاتل الذي قد يضعف الصوم من قوته أن يفتر ليواصل القتال؟ نعم ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في السفر معه في الصحابة فكان منهم من صام ومنهم من أفتر وهم في حالة استعداد للقاء الأعداء وبعدين حينما جاء يوم وسيلقون فيه الأعداء قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفتروا قال فكانت عزمة من النبي صلى الله عليه وسلم فأفتروا يعني أفتروا لأنه يعطيهم قوة على القتال والملاقات الأعداء